خفض البنك المركزي الروسي سعر الفائدة بواقع ثلاث نقاط مئوية إلى مستوى أربعة عشر في المئة في قرار انفاجأ الأسواق التي كانت تتوقع خفضاً عنده خمسة عشر ونصف في المئة وقال المركز الروسي في بيان أن الخطوة تأتي ضمن مساعيه للحد من تراجع النشاط الاقتصادي في أعقاب العقوبات الغربية كما ألمحا الاحتمال لإجراء تخفيضات أخرى في سعر الفائدة خلال العام الجاري وتوقع أن يصل متوسط سعر الفائدة إلى حدود اثنى عشر ونصف في المئة كما توقع أن يكون نطاق تضخم ما بين ثمانية عشر إلى ثلاثة وعشرين في المئة يذكر أن خفض سعر الفائدة الروسية هو الثاني من منذ رفعه إلى عشرين في المئة في الأيام الأولى من الحرب على أوكرانيا حذرت المفاوضي الأوروبية مشتري الغاز الروسي من أنهم قد يخرقون العقوبات إذا حولوا مدفوعات الغاز إلى الروبل ويجتمع وزراء الطاقة في الاتحاد الأوروبي لاثنين المقبل في بروكسل لبحث الوضع الذي أثار انقساما بين الدول الأعضاء بشأن ما إذا كانت العقوبات سيتم خرقها إذا استخدمت الدول الألية الروسية وفقا لهذه الألية يلتزم المشترون بإداع اليورو أو الدولار في حساب في مصرف جاز بروم بنك الذي يحول المبالغ إلى الروبل ويضعها في حساب آخر مملوك للمشتر الإجنبي وقال مسؤول في الاتحاد الأوروبي إن المفاوضية لا يمكن أن تقبل إلزام الشركات بفتح حساب ثاني وذلك لأن المبلغ باليورو في الحسابين الأول والثاني تحت سلطة موسكو والبنك المركزي الروسي بحيث تكتمل المدفوعات فقط حين تحول إلى الروبل يتوقع أن تنظر لجنة بمجلس الشيوخ الأمريكي خلال أيام في مشروع قانون نوبيك لإتاحة رفع دعاوى قضائي ضد منظمة أوبيك وحلفائها بقيادة روسيا بدعوى التآمر لرفع أسعار النفط وقال مكتب السيناتر الأمريكي تشاك جراسلي مقدم المشروع إن ارتفاع أسعار الطاقة يجعل من الأهمية ضمان عدالة التسعير وممارسات الإنتاج ويتيح مشروع القانون لوزير العدل الأمريكي مقاضات الدول المنتجة للنفط بموجب قوانين مكافحة الاحتكار يشار إلى أن لجنة القضائية في مجلس النواب الأمريكي أقرت نسخة مماثلة للقانون العام الماضي وفشل الكونغرس على مدار نحو 22 عاما في تمرير المشروع لكن مؤيديه يأملون أن يشهد هذا العام تمريره بسبب حرب روسيا على أوكرانيا وتنتج روسيا نحو 10% من النفط في العالم تسعى دول عدة منتجة للنفط إلى زيادة حصتها في سوق الطاقة العالمية وسط دعوات في أوروبا لفرض حضر على الخام الروسي بسبب حرب أوكرانيا وفي الكويت يعتبر مشروع الوقود البيئي من أهم مشاريع الاستراتيجية إذ ينتج وقودا نظيفا ومشتقات نفطية تلتزم بالمعايير البيئية الدولية ويتوقع أن يضعف المشروع الطاقة التكريرية إلى نحو 1.600.000 برميل يوميا بحلول عام 2025 هنا في مشروع الوقود البيئي في الكويت يتم تكرير النفط الخام لإنتاج مشتقات نفطية عالية الجودة ومطابقة للمعايير البيئية العالمية إنتاج الكويت اليومي البالغ نحو مليونين وخمسمائة ألف برميل ثلثه يوزع بين مصفتي ميناء عبدالله والأحمدي وذلك بعد تحديثهما وتحويلهما إلى مجمع تكريري موحد في مشروع بلغت تكلفته نحو 15 مليار دولار نسبة الشوائب صارت تقريبا معدومة فبالتالي ستستفيد منها كل الجهات التي تستهلك الوقود كالطائرات وكالسيارات وكالمصانع يحقق المشروع فوائد اقتصادية كبيرة حيث سيتيح للنفط الكويتي دخول أسواق عالمية جديدة إثر تخفيض الملوثات والانبعاثات الكبرتية إلى أقل من عشرة أجزاء في المليون بعد أن كانت خمسين ضعفا لهذه النسبة كمية الكبرت الحالي هذا العشرة بي بي أم أغلى بكثير من السابق اللي كان خمسمية بي بي أم لذلك أسعارها طبعا لابد أكيد أنها راح تكون ذات مردود على دولة الكويتي العمل في المشروع بدأ قبل نحو ثماني سنوات وازدادت أهميته بعد تشغيله بطاقته الكاملة في ظل تنامي الحاجة العالمية لتنويع إمدادات النفط طبعا بلا شك يأتي تأكيد للاحتياج الأوروبي والسوق العالمي توفير لأسواق جديدة الكويت دائما تبحث عن تنويع المشتري للنفط سواء نفط خام أو منتجات تواكب مصافي عالمية أو منتجات نهائية مثل النفط وغيرها والديزل يتم استخدامه في دول عديدة ويتوقع خبراء أن يعزز المشروع مكانة البلاد عالميا في صناعة تكرير النفط مشيرين إلى أن واحدا في المائة من مجموع الإنتاج العالمي يتم تكريره في الكويت يعطي مشروع الوقود البيئي قيمة مضافة للنفط الكويتي الذي يشكل المصدر الأساسي للدخل في البلاد ويتوقع خبراء نفطيون أن يحقق المشروع ربحية قد تصل إلى أضعاف سعر البرميل بعد تكريره وبيع مشتقاته سامر شدياق الجزيرة الكويت إلى أسعار النفط التي ارتفعت للجنسة الرابعة على التوالي مع اضطراب المدالات من روسيا أحد أكبر منتجي ومصدري الخام في العالم هذا الاضطراب تغى على عملية الإغلاق في الصين أكبر مستورد للنفط العالم لمواجهة جائحة كورونا التي كان من شأنها أن تؤدي إلى هبوط الأسعار كما نلاحظ خام برينت مرتفع بنحو 12.14% مرتفع بأكثر من دولارين وستين سنت عنده 110 دولارات وعشرين سنت للبرميل كذلك الحال بالنسبة لخام غرب تكساس الأمريكية الذي تأثر سعره بتقديرات لوزارة الاقتصاد الروسية تفيد أن إنتاج روسيا من النفط قد يتراجع بنسبة 17% خلال العام الحالي بسبب تدعيات العقوبات الغربية السعر حاليا عنده 107 دولارات وثمانين سنت مرتفع بأكثر من 12.13% بأكثر من دولارين واربعين سنت توصل العراق إلى تفاهمات مع إيران لاستنافة إمدادات الغاز الإيراني بالكميات المطلوبة مع تزديد بغداد ديونها لطهران جاءت هذه الخطوة من بغداد لتوفير الغاز المستخدم في تشغيل محطات إنتاج الطاقة الكهربائية من أجل تحسين إنتاج الطاقة قبيل موسم الصيف وواجه العراق خلال الصيف الماضي أزمات كبيرة في توفير الكهرباء بسبب عدم التزام الجانب الإيراني بتصدير كميات الغاز المتعاقد عليها مع العراق إذ تم قطوها أو تقليل كمياتها لعدة مرات وتسبب ذلك في خفض إنتاج الكهرباء وهو ما نجم عنه موجة تظاهرات في محافظات عدة وفقا لوزارة الكهرباء العراقية لأدى خفض إمدادات الغاز الإيراني العام الماضي إلى خسارة تقدر بنحو 3400 ميجاوات قال الملياردير الأمريكي إيلون ماسك الرئيس تنفيذي لشركة تيسلا للبنوك التي وافقت على المساهمة في تمويل صفقة استحواذه على تويتر إن بمقدوره تقليص النفقات وذكرت وكالة رويترز عن مصادر أن ماسك أوضح أن التخفيض سيشمل نفقات المجلس الإدارة والمديرين التنفيذيين إضافة إلى اعتزامه استحداث أدوات جديدة لتنمية عائدات الشركة من تغريدات تحتوي على معلومات مهمة أو تنتشر على نطاق واسع ومن بينها الأفكار التي طرحها فرض رسوم على أي موقع إلكتروني يريد اقتباس تغريدات أو نقلها أخبار الاقتصاد في المنتصف انتهت إلى اللقاء